السلام عليكم نعرف انه انا الطفل تقريبا في عمر الست شهور بيبلش يطلع عندي الاسنان اللبنية هاي الاسنان اللبنية انا بالمرة مش لازم اهمل صحتها لانه ممكن يصير فيها تسوس والتسوس يلي بصير فيها بيكون تسوس رمبنت يعني تسوس كتير سريع بيبلش في اول اربع اسنان مباشرة يعني مش زي التسوس اللي بتصير في الاسنان الدائمة لا مباشرة بيبلش التسوس بكل السن بنهي على السن كامل في وقت جدا سريع فانا لازم اهتم بصحة هاي الاسنان اللبنية لانه برضه صحتها مهمة انها تطلع عندي اسنان دائمة سليمة اسنان دائمة في مكانها الصحيح هاي الانواع من التسوسات بنسميها بيبي بوتر لانها كتير مربوطة بفكرة انه الطفل بنام وهو رضاعة بيتمه تمام فانا هيك عم بسمح للبكتيريا انها تاخد غذاء لانه انا بترك الرضاعة في تمه الرضاعة بيكون فيها حليب فالحليب في سكر فانا بترك السكر هذا كله بفم الطفل بتركه يتراكم فترة طويل من الليل تمام فانا بسمح للبكتيريا زكي اني بحكي لها هاي الغذاء تبعك ويلا انت بلشي شغلك تمام فاذا هي فكرتها انه انا بترك الرضاعة بفم الطفل تحديدا اثناء النوم برضو نفس الاشي البرست ملكين انا برضى الطفل فترات طويلة بالليل تمام لفترة طويلة بتركه برضع في الليل هذا الاشي كتير خطأ فترة الليل ممكن البيبي يجوع لازم اطعميه في الليل تمام بس مش لفترات طويلة من الليل ومش اعتمد بشكل رئيسي انه في نص الليل هي وجبة غداءه الرئيسية ما اعتمد على هاي النقطة بالمرة تمام هاي النوم من التسويسات ادو كتير اسماء منها نرسينج بوتول ماف بيبي بوتول سندروم بيبي بوتول كاريز برولنج نرس هابت اللي هي كلها فكرتها لو بنرجع للاسماء كلهاتها كلها مبنية على فكرة انه انا في عندي رضاعة بيبي بتركها بثم واثناء فتر سلل طبعا هيك بتكون عندي شكل التسويسات اه بنلاحظ انها التسويسات مباشرة بتاخد السن بتهلك للسن كامل يعني هون اسنان كلها مختفية هون بنلاحظ الاسنان كلها فيها تسويسات لانها زي ما حكينا هي تسويسات رمبنة هي تسويسات جدا سريعة تمام بنحدي هسا عن الايتولوجي او المسبب الرئيسي لالها المسبب الرئيسي لهذا النوع من التسويسات هي المايكروبيولوجي وتحديدا البكتيريا ممكن ايجا البكتيريا للفم هو طفل يعني لسا ما تعرض للبيئة بشكل مناسب من هون حتيجي البكتيريا البكتيريا في كثير وكثير ماكن ممكن تدخل لفم الطفل من هاي الاشياء ان البيبي بيمسك الالعاب بيحطها بثمة وهاي الالعاب اصلا ما بتكون نظيفة ما بتكون معقمة فانا هيك انا بسمح للبكتيريا انها تدخل لفم الطفل كمان انه الام بتكون تاكل في معلقة معينة بتاكل فيها بنفس المعرقة بتروح بالطعم الطفل تبعها فهي عم تسمح للبكتيريا انها تدخل لفم الطفل وخصوصا اذا كانت الام اصلا عندها تساوسات فهي مباشرة عم تعطي البكتيريا من التساوسات اللي لفمها وعم تعطيها للطفل عم تحكي للبكتيريا ان تلقي هاي مكان جديد روحي اعمل فيه بالدكية برضو انا في عندي ريسك فاكتور عندي عوامل خطر ممكن تزيد احتمالية اصابة الطفل بهاي التساوسات منها السكر الشوكري تمام اني انا بجيب الحليب وبضيف لقيله سكر تمام وتحديدا هذا السكر انا بخلي الباب يرضع فيه في فترة الليل فانا هيك حرفيا بكون دمرت هاي الاسنان انا اعطاتي البابي سكر السكر هو الغداء الرئيسي للبكتيريا كمان خليت هذا السكر يدخل فيه بفترة النوم انا هيك دمرت الاسنان بشكل كامل تمام برضو انه انا ما عم بهتم بالاورالهايجين ما عم بهتم بصحة الفم يعني البابي تمام هي اسنان لبنية وهي اسنان حتتبدل بس برضو صحة هاي الاسنان مهمة وبرضو لو ساعة ايها تساوسات هي جدا مؤدي من كمان للطفل فانا ما بهتم بصحة فم وما بفرشيله اياهم ما بنظف له اسنانه بعطيه كمان سكر فانا بكون قضيت على الاسنان بشكل كامل تمام عندي بعض العوامل برضو اللي ممكن تساعد فكرة انه انا اضيف سكر اني انا احلي الحليب للطفل واضيف حليه سكر وتحديدا هو سكر من نوع السكروس فهذا السكر يعني هو الغداء الرئيسي للبكتيريا انا رحت ضفته للحليب ورحت اعطيته للطفل واعطيته اياه بفترة النوم يعني انا عملت اسوأ الاشياء كلها مع بعض كمان في كتير حركة بيعملوها الامهات هي حركة خطأ انهم بيجيبوا اللهاي او بيجيبوا الرضاعة نفسها وبيغطسوها في العسل تمام من باب انه مثلا والله ينساعد الطفل بفترة التسنين ان يخفف عليه برضو اني اعطي اشي حلو يتسلى فيه ويلتهي يسكت شوي خلص ما انا احط له له هاي في العسل واحطها بثمه فهو بيضله حاس في طعم حلو بالفم عنده فبيطول وهو ساكت وبيطول وهو مبسوط فهاي الحركة كتير خطأ لاني انا برضو بسمح للسكر انه يدخل لفمه ويضله فترة طويلة يعني مش بس انه يدخل يضله فترة طويل وهو بالفم هذا الاشي كتير خطأ وكمان العامل الثالث اني انا بعطيه بريست ملكنق بعطيه بريست فيننق الرضاة بس بتكون لوقت طويل وبتكون ليلا فهونا بتكون سيئة تمام انا برضوه في الليل لانه هو طفل وفي الاخر حيجوع في الليل بس ما بعتبر وجبة الغذاء الرئيسية تبعته انها بالليل وما بتطول واذا رضعته في الليل لازم انا بضف الفم عنده حتى ما اسمحنا البكتيريا انها تتراكم تمام طيب الاسنان الاكثر عرضه انها تصير عندها تسوثات دائما اذا بنلاحظ نرجع للصور للفوج اذا بنلاحظ احنا التسوثات عندنا اغلبها بتكون موجودة في الاسنان الماكزلان الموجودة فو وتحديدا الاسنان الامامية فاذا اكتر نوع من الاسنان هو عرضه ان يصور فيها تسوثات هي اللي هنا سيوض Lator Louder كمان مERE هادل يحتاج مركز الإنسائيزر انه تسويس مهدا هادى كلية غير اوكدا حدوم surfaces وحكينا هذا مع الا mente بتفير المنم introduced بيكون لسه الحليب الحلو او الحليب يلي انا حليته او العسن بيكون لسه في الفم فهذا الاشي بيؤدي انه يتجمع تمام طيب هادي هيد الاشياء تمام في عندي هاي التسوسات تمام انا كيف ممكن اشوفها او متى ممكن اشوفها متى بتبلش تظهر عندي هاي التسوسات بتظهر مش ما بتتأخر يعني بتظهر عندي بشكل مباشره وتحديدا بعد ست شهور من عملية الارابشن عملية ظهور الاسنان في الفم يعني الاسنان بتظهر عندي تقريبا في عملي ست لسبع شهور في فم الطفل تمام انا ما اهتمت فيهم انا ظلتني ارضعه في الليل ظلتني اعطيه لهاي عليها عسل ظلتني احليه له الحليب احطله في سيكرواز وعطيه في الليل بعد ست شهور تقريبا انا رح ابلش الاحظ على اسنانه اللي موجودة في المكزلة انه بلش يصير فيها تسوسات وبتبلش عندي عملية تسوسات في الديميناليزيشن انه هاي الاسنان رح تخسر المعادن يلي فيها وتحديدا في السيرفيكال ثيرد السيرفي اللي هي المنطقة اللي حوالين الجنجفة اللي هي هاي المنطقة هاي المنطقة احنا بنسميها السيرفيكال ثيرد من السن تحديدا في هاي المنطقة رح نلاحظ انه السن بلش يصير هون اسود بلش يصير اتوقع في سورة هون مضحة اه اوكي بلاحظ انه هاي السن تحديدا في السيرفيكال ثيرد هون السن بلش يصير في تصبغات بلش السن يتاكل بعد فترة هذا السن يلي بلش يتاكل في السيرفيكال ثيرد رح يروح نهائيا وراح يعني رح يدمر لحد ما يوصل للجنجبة نفسها للقم نفسها للثة راح يضلوا يتأكل وما يبطل عندي سن راح يبطل في عندي بس هيك اشي بقعة سوداء اثر سن هنا انا بكون انا دمرت السن او السن انتهى بالمرة وهذا الاشي برضو بسبب للطفل يعني بكون الطفل عم يتوجه طيب انا شو في طرق انا ممكن امنع فيها هاي التساوسات في كتير طرق انا ممكن امنع هاي التساوسات مثلا اني انا ما اطعمي او اني اخفف اني اعتمد على وجبة غذاء وانها تكون ليلا كمان اني انا ما احط له سكر زيادة ما اعطي عسل ما اعطي اي شوكولت ما اعطي اي هاي الاشياء كمان اني انا اهتم في الاورال هيجين تبعته شوي اني انا اضف له اسنانه استخدم له معجين اسنان في معجين اسنان بتكون خاصة للاطفال يعني بروح بجيبها وبحط له اياها طبعا لازم ننتبه على الكمية اللي منعطي اياها ما اعب الفرشاي بكمية كبيرة من المعجون لانه برضو لازم يحط كمية مناسبة لانو برضو المعجون في مادة الفلوريد تمام مادة الفلوريد هي مادة كثير منيحة لانه للاسنان لانها بتحميلنايها تماما لانhan الكристالات المعادن متجمع على شكل الكريستالات هاي الكريستالات اذا ضفنا عليها مادة الفلوريد راح تصير اصلب وتقومه التسويس بشكل اقوىبرم ولكن مشكلة مادة الفلوريد اذا زادت بالفم زادت عن المقدار الطبيعي هاد الاشي راح يقدي انه صير في عندي برضه تصبغات في السن ورح السن يخرب فهي نقصانها ضار لانه نقصانها بسبب تسوسات وزيادتها بعمل تصبغات والتشوهات في الأسنان فأنا أعطي المقدار الصحيح للطفل يعني ما أعبيره الفرشاي كاملة معجون لا أحط له المقدار صغير مقدار يعني احنا بنحكي دائما أدحبت البازيلا تقريبا هذا المقدار الصحيح اني أحط في معجون أسنان للطفل تمام رحنيش هسى عن الجزء الثاني من المحاضرة ورح نحكي على التسوسات يلي بتصيب الروت يلي بتصيب جذر الأسنان تمام حسى بس نراجع شوي انه أنا سن مكون عندي حراسم السن بس أنا رسمي سيئ الفرضا انه هذا السن هذا الروت تبعه السن مكون عندي من جزئين عندي الكرام اللي هو جزء يلي إحنا بنشوفه في الفم وعنده روت تبع السن او جذر السن تمام رح نحكي رح يركيز على التسوسات الي بتصير في هاد الممطقة في جذر السن الراجع شوي الطبقات يلي هون جدر السن من لاحظ ان الطبقة الخارجية يلي في اسمها سيمنتم صح وتحتيها في عندي طبقة دنتين وتحتيها جوة عندي البلب او عندي عصب السن تمام طبقة السيمنتم يلي هون هاي الطبقة مشكلتها انها صوفت انها طرية ما بتقاوم التسوس زي مادة الانامل او زي طبقة الانامل الموجودة في الكراون طبقة الانامل الموجودة في الكراون فيها 86% منها معادن فبيطول التسوس لحتى ما يصير فيها تسوس بتطول وبتقاوم عندي التسوس بشكل كتير منيح مادة السيمنتم نسبة المعادن يلي فيها 50% فقط فهي ما بتقاوم للتسوس زي الانامل فتعتبر انها صوفت تمام والتسوس يلي بيصيف فيها ما بيحتاج وقت طويل انه يتطول لا هي مباشرة بتطور وبيخترق عندي السيمنتم بوصل للدنتين برضو الدنتين هي مادة طرية مش مادة قاسية زي مادة الانامل فبرضو التسوس الاسنان يلي فيها ما بيحتاج crores فمباشرة بيخترق عندي السيمنتم بوصل للدنتين واهم سبب ممكن يعملي هذا النوع من التسوس هي هي العدوات البكتيرية بغض النظر من ولن اجت هذه البكتيريا العدوات البكتيرية هي اهم سبب بيؤدي لي الى تسوس الاسنان طبعاً هذا الروع من التسويسات صويتمي متوسط الكاريس سيرفيكل كاريس سيرفيكال كاريس السيرفيكل كاريس سيرفيكل كاريس نسميه راديكال كاريس هذه التصوصات تزيد احتماليتها مع العمر بس مش العمر هو السبب مش بحكي يعني الانسان كل ما كبر بالعمر اكيد راح يصير في عنده تسوص اسنان لا هي ممكن يزيد ظهورها مع العمر صحيح بس مش بسبب العمر بسبب انه هذا الشخص ما كان يهتم بالاورال هايجين عنده فصار عنده جنجيفر ريسيشن ايش يعني جنجيفر ريسيشن زي في صورة هون هاي الصورة انه اللثة بتبلش تنحسر عنده بتبلش ترجع لورا تمام فبصير جدر السن مكشوف زي ما بلاحد هون هذا الجدر كله صار طالة لبرا الجدر اذا انكشف ما بتحمل البيئة الفم زي الانامل الانامل حكينا فيها 86% منها معادن فبيتحمل في عندي التسوص الى فترة طويلة يعني بتحمل التسوص وبيقاوم وبنرجع من فرشي مثلا فبنرجع من حطه فلورايت فبنرجع من خليه اسلب بس السمنتم ما بتحمل عندي لانه زي ما حكينا الانامل المعادن اللي فيه هي 50% فقط فاشان هيك هو ما بتحمل عندي هاي البيئة فمباشرة ببلش يسوس سبب الجنجيفر ريسيشن انه من البداية الشخص هذا ما كان يهتم بصحة فمه ما كان يهتم ما كان يفرشي ما كان يستخدم الخيط كان هاد يأكل سكر كتير برضه فما كان يهتم عندي هذا الاشي انه يصير عنده انه الليثة نفسها تتعب يصير فيها امراض هاي الامراض قدت انه هاي الليثة تنحصر يصير فيها جنجيفر ريسيشن وينكشف عندي جدر السن لما ينكشف عندي جدر السن خلاص الجدر صار معرض لبيئة الفم صار معرض لكميات كبيرة من البكتيريا فبصير فيه تسوس بشكل اكبر فزي ما حكينا انه مش العمر هو السبب الرئيسي لالها هي صح بتزيد مع العمر لانه جنجيفر ريسيشن انحصارة لثة بحتاج وقت حتى لثة تنحصر فها يعني بصير هي صحة تسوسات الجدر بتظهر مع العمر بس مش العمر هو السبب لها تمام بنا نحكي هسه كيف هاي التسوسات بتصير شو الستيبس تبعتها اول اشي بصير في عندي بتكون في عندي الشخص مهمل جدا بصحة اسنانه لا بيفرشي لا بيستخدم خيط كل اكله فيه سكر كتير بيشرب مشربات غازية بيدخن كمان ففي عندي كتير اشياء غلط عم بيعملها الشخص بصحة الفم عنده قدت انه الجنجيفر او اللثة عنده تنحصر وسطح السمنتم صار معرض لبيئة الفم وزي ما حكينا انه انا السمنتم عندي ما بيتحمل التسوسات زي ما زي الانامل وفمباشرة هو التسوسات فيه بتتطور بشكل اسرع من الانامل وكمان هذا السطح السن زي ما حكينا انه خسر اتصاره مع الـ راحة الفايبر اللي حواليه راح الاشي يلي كان يحميه صار معرض لإله من وين بتبلش هاي التسوسات؟ بتبلش من السمنتو انامل جنجشن السمنتو انامل جنجشن عندي رح احاول اضبط السن هاي المرة بسناول اerme وكي عندي هذا الكران وعنده هذا الروت تمام اختلام تاني عندي هذا الكران وعنده هذا الروت تمام هذا الروت المنطقة الواصلة بين الكراون والرود بنسميها سيمنتو إنعمل جنكشن هي منطقة التقاء الإيمامل الطبقة الخارجية من الكراون مع السيمنتوم اللي هي الطبقة الخارجية من الجدر فبنسميها سيمنتو إنعمل جنكشن التسوّسات بتبلش عندي من هاي المنطقة من السيمنتو إنعمل جنكشن وبتبلش تاكل في الجدر وتخترق فيه لجوه لتدخل لطبقة الدنتين وتتوسع لتحت كمان لتوصل لتغطة طبقات أكبر وزي ما حكينا أن السيمنتوم هو very thin تمام وانه بتدمر بسرعة الدنتين مباشرة يعني احنا حكينا تحت طبقة السمنتم في عندي طبقة الدنتين هاي طبقة الدنتين مباشرة بيخترق عندي التسويسات بتخترق عندي السمنتم و بتدخل مباشرة للدنتين الانامل ما بوصلوا اشي الانامل لانه موجود في الكراون احنا عم نحكي عن التسويسات عم بتصيب عندي الجذر فالانامل ما الو دخل ما بيصير اي ما بيدخل في هاي التسويسات ابدا لانه التسويسات بتبلش من السمنت هذا هو السمنت التقاء الكراون مع الروت تمام التسويسات بتبلش عندي من هون وبتبلش لتحت ما بتوصل الانعمل تمام برضو هاي التسويسات لها دخل بتركيز الفلورايد في المية اللي بنشربها هس المية اللي بنشربها المية اللي الصحة اللي مش ديها ومنشربها هاي المية بيحتوي على اقررت يعني وزارته الصحة في جميع انحاء العالم انها تضيف عليها تركيز معينة من الفلورايد هي التركيز حكينا انحن صح اذا زادت نسبة الفلورايد هي بتضر عندي الاسنان بس انا لازم احتاج انا بحتاج الفلورايد يكون في عندي في الفم حتى السن يصير عندي اقوى واقوى وبيحارب الكاريز بشكل اقوى فعشان اكا قررت وزارته الصحة انها تضيف في كل العالم طبعا انها يصير يضيفه فلورايد على ماء الشرب فانا ماء الشرب عندي اصلا بيحتوي على كميات من الفلورايد بس برضو هذا الشخص اللي وصلت فيه انه هاي التسويسات عم تاكل عنده الجدر ما بيكون اخد من ماء الشرب كميات كبيرة من الفلورايد يلي تحمي عنده الجدر تحمي عنده الجدر وتمنعه من انه يتسوس تمام في عندي ريكس ريكس فاكتور عندي شوية عوامل بتزيد من احتمالية حدوث التسويسات في الجدر تمام او الروت كاريز اول اشي صرنا الساعة من عيد بنفس المعلومة اللي هي البريودونتال انه لث عنده تنحسر لث عنده يصير في عنده امراض وسطح الروت سطح الجدر هنا ينكشف لبيئة الفم تاني اشي اللي هي وجود البكتيريا بكتيريا اخدها في الاكل بكتيريا تكونت لانه بط ما بينظف الفم عنده في كتير اماكن ممكن تيجي منها البكتيريا تالت اشي اللي هو انه الشخص ما عم يهتم في الورال هايجين ما عم بالمرة ما عم يهتم بصحة اسنانه ما بيفرش ولا بيستخدم خط وعم ياكل كله سكر كتير اشياء تالت اشي الضايت تبعه اه طريقة الغذاء تبعه يعني مثلا بيأكل سكر وبينعم فعم يعطي وقت طويل للبكتيريا انها تضل في الفم عنده تمام اه كمان ما عم يأكل خضرة في المرة ولا فواكه ولا اشي كل اكله بس مواد سكرية برضو انه ما عنده اه تركيز الفلورايد بالفم عنده ما عم ياخد كميات الفلورايد منيحة لحتى السن عنده يبلش يقاوم اه ما عم يتعرض لكمية الفلورايد يلي لازم الاسنان تاخدها حتى تبني حتى تبني حاله وتصير شوي اقوى كمان هذا الشخص عنده زيرستوميا زيرستوميا الي هي حالة من انه اللعاب بالفم بيكون اه كميته قليلة هسا وجود اللعاب في الفم هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا لانه وجود اللعاب هو بعمل على تنظيف سطح السن وبعمل على حماية الاسنان من التسوس لانه برضو بيحتوي على كمية من المعادن فيه كاليسيوم فيه كاليسيوم فيه فلورايد فيه كتير معادن يعلي احنا بنهتم يعني بنحتاجها لبناء الاسنان فيها فيها فوسفيت كتير معادن تمام كل هاي المعادن موجودة في اللعاب فاللعاب بعمل لي انه بنظف لي الاسنان اول اشي وتاني اشي انه بيكون بيحتوي على معادن يعني السن بحتاجها حتى اول ما بلش التسوس وباشرة بيجي اللعاب قبل ما التسوس يكبر ويظهر ويغطي هاي المنطقة ويحاول انه يعوضها في المعادن المناسبة اذا ترجع تبني حالها تمام بس اذا الشخص يعني طور شوي ومهتم بالمرة اللعاب خرص بفقد وظيفته بيحكي لك انا مش قادر اتحمل تمام زيرستوميا هذا الشخص كمية اللعاب عنده بالفم قليلة فما في هذا الشخص ما في هذا خلنفرض انه اللعاب هو شخص ما في هذا الشخص يري بيجي بنظف له اسنان وبعد الاكل ما في الشخص يري بيجي بتأكد ان كل الاسنان عليها كمية معادن كويسة فخسر هاي فخسر هو وظيفة اللعاب تمام طيب شو الامراض يري ممكن تعمل عندي او مين هم الاشخاص اللي بصير عندهم زيرستوميا هم الاشخاص يري بياخدوا عندي رادياشن اللي هما زي مرضى السرطان يعني عضيش فيهم يا رب يريد بياخدوا تحديدا اشعاء تحديدا في منطقة الهدى اللي هي الوجه والرقبة تحديدا اشعاء في هاد المنطقة كثير بيأثلي على الغدد اللعابية فبمنع او بيقلل من افراز اللعاب فهذا اشي كثير مضر لصحة الفم عندهم كمان في عندي بعض الادوية اللي هي زي ادوية الضغط بتقللي من افراز اللعاب الانتي ديبريشن ادوية الاكتئاب برضو بتقللي من افراز اللعاب فكل هاي الادوية بتعملي زيرستوميا بس تعملي زيرستوميا احنا بنخسر وظيفة اللعاب بيخسر الشخص اللي كان يحمي عنا الاسنان فبتزيد احتمالية انه يصير في عندهم تسوسات وتحديدا في الجذر تمام الناس يلي حطين اي اجهزة بفمهم سواء كان تقويم سواء كان تعويضات سنية زي مثلا تعويضات اسنان جزئيرية جسور وما جسور وهي الاشياءات كلياتها بيكونوا حطينها عندهم بالفم بس برضو ما بيهتموا لانه ماشي فيه تقويم بفمك بس برضو انت لازم تنظف التقويم لانه هو التقويم عاملين مكان جديد لتراكم البكتيريا يعني البكتيريا كانت تتراكم فقط حول اللثة كانت منقي هي المكان الوحيد اللي ممكن تتراكم فيه لما انا اضفت تقويم او حطت اي اشي تاني بفمي انا اعطتها مكان جديد تتراكم عليه فلا بس احط هاي الاجهزة لازم اهتم شوي بصحة الفم عندي وبرضو الناس يلي بيستخدموا التباكة اللي هو دخان والسقائل و هاي الاشياء كلياتها كتير مضرر صحة الفم تمام وان شاء الله مستقبلا راح تاخدوا محاضرات بتحكي عن اضرار التدخين اه طيب انا ش ممكن اعمل شو طرق الوقاية يلي انا ممكن اعملها لأحمي عندي اسناني من انه يصير فيها تسوص عندي ثلاث اشياء عندي البلانسد فود انتيك اللي انا اهتم بالاكل التبعي عندي بيرسونال اورال هيجين وعندي بيرسونال اورال هيجين وبروفيشنال اورال هيجين اللي هي في العيادات راح نحكي عنهم معلومات بسيطة عن كل واحد اول شي الناسد فود انتيك يعني فكرة انه انا ما اظن اخد فقط الاكل اللي بيحتوي على سكر اللي بيحتوي فقط على سكر انا بس اكلي كله سكر كله كاربوهايدرات كله أشياء مضرر لأ انا اخلي في علاقة توازن ما بين الاكل الصحي اللي انا باكله ما بين الخضرة والفواكه واهي الاشياء اللي انا باكلها وما بين الجبنة والحليب وهذه الأشياء تعملي مصادر الكالسيوم وما بين الأكل اللي أنا عم باكل اللي هو المشروبات الغازية وأي إشي فيه سكر أنا عم باكله والشوكولات وجبس وهي أشياء كلياتها برضو حلو مثلا فيه فيه أشياء يعني برضو فيه أشياء بسيطة إحنا ممكن نعملها أو هي أشياء بنعملها لا إرادي بتدمرنا أسنانها مثلا مثلا الدكتورة ما حكت هذه المثال بس حلو نعرفه يعني مثلا لما إحنا ناكل الأكل وبعد ما نخص الأكل ناكل نشرب العصير بغض النظر شو العصير في العصير أكيد فيه سكر يعني مثلا مشروب غازي بيبسي كولا أو أي إشي يعني أي نوع من المشروبات أنا دائما دائما أو أغلب الناس بخلوها بيشربوها بعد الأكل طي أنا لما أشربها بعد الأكل أنا أعطيت السكر طي أخذت كمية سكر أنه خصوصا البيبسي والمشروبات الغازية فيها كمية سكر كبيرة تمام فأنا أشربت سكر خلينا نحكي وخليت هذا السكر يتراكم على أسناني لفترة طويلة تمام يعني لحد ما تيجي الوجب الثانية أو لحد ما أنا أكل خضرة أو فواقع أو لحد ما أنا أقفرش أسناني فأنا أعطيت السكر وقت طويل أنه يتراكم على الأسنان عندي أعطيت البكتيريا غذائها لوقت طويل فمباشرة أنا بتبلش البكتيريا تشتغل بتبلش تعمل عندي ديميلوريزيشن تمام فمش شرط نخلي دائما العصير لآخر إشي ممكن نخلي آخر إشي مثلا ناخد إشي فيه فواكن خلي مثلا سلطة آخر إشي آخر إشي مثلا أختم فيه الأكل عندي أختم عندي فيتفقرت الأكل بخضرة أو بخيار بسلطة مش بعصير ولا بأي إشي فيه كاربوهايدريت حتى ما أعطي البكتيريا وقت طويل خلص أكون أعطيتها سكر في فترة أكلي بعد ما أخلص الأكل أعطيها مثلا شوي تخيار أعطيها أي إشي ما فيه كاربوهايدريت كتير حتى ما تلاقي وقت طويل إنها تشتغل فيه برضو البرسونال أورال هايجين اللي هو الشخص كيف بيهتم بصحة أسنانه لازم طبعا نستخدم أو نفرش أسناننا من مرتين لثلاثة في اليوم تمام ليش مرتين لثلاثة في المحاضرات السابقة حكينا إنه البكتيريا بتحتاج تقريبا ست ساعات لحتى تكون عندي البكتيريا للبلاك اللي هي حتكون بداية التسوص فأنا تقريبا لازم أفرش كل ستة الساعات مرة اللي هي ما بيطلع مرتين لثلاث مرات في اليوم بس نشير وقت النوم ونشير هاي الأشياء بيطلع مرتين لثلاث مرات في اليوم كمان إني أنا أستخدم ذنت الفلوسينج اللي هو خيط الأسنان لأنه مثلا في عندي المناطق اللي هي ما بين الأسنان هاي المناطق ما بوصلها الفلوس الشاي تمام وهي برضو مناطق تراكم أكل فأنا باستخدم الخيط الأسنان لأقول لولي مرة في اليوم لحتى أشيل هاي التراكمات الأكل الموجودة بين أسناني وأنا عندي تسوص الأسنان برضو اللي هو التنس كرابينج اللي هو إني أنا باستخدم هاي الأداء تمام لحتى أشيل البكتيريا يلي تراكمت عندي على اللسان لحتى أتأكد أنه أنا في عندي بالأورا الكامل بالفك كامل أنا نظفت أسناني نظفت ما بين الأسنان نظفت اللسان عندي فأنا تأكدت أنه خلص ما ضل عندي بكتيريا بالفم فأنا بمنع تسوص الأسنان بشكل كامل آخر إشي في عندي اللي هي اللي هي العيادات اللي أنا تقريبا أكل ثلاث لست شهور أروح مرة عند طبيب الأسنان أتأكد والله اللثة عندي تمام الأسنان عندي تمام ما عندي تسوص أسناني لسه في حالة جيدة فلورايد يعني هسه مريات لو كانت تسوص مثلا جدا بسيط أو كانت مثلا لسه بده يبلش تسوص لسه ما صار في تسوص في هاي المرحلة أنا ما بحتاج لا أحفر ولا أحشي مثلا لو كنت جد متابع أسناني أنا مباشرة بس الطبيب بلاحظ هذا الإشي بيكون حتى لسه لانه أبيض يعني بكون لسه ما أصر مرحلة أنه يصير أسود ويصير في تسوص مباشرة بيجي الطبيب بحط لي فلورايد فبنعلي أصلا تسوص الأسنان كامل ولا بطر لا أحفر ولا أحشي تمام برضو إحنا لازم نتبع على صحة أسناننا بشكل كامل ويعني وأظن هيك منتبع أنه مثلا أسناني صار فيها مشكلة ما صار فيها مشكلة وألاحظ المشكلة قبل حدوثها يعني ها بلشت أحس في وجع بسيط بروح ما بصبر على الوجع تمام هيك منكون خلصنا المحاضرة اللي حكينا فيها عن التسوصات في أسنان الأطفال والتسوصات في الجدوة إن شاءها تكون محاضرة سهلة وبسيطة وممتعة ويعطيكم العافية